السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف الخامس الابتدائي معنا درس التالت السياحة البيئية ودرس درس فونيكس المين فكابل النهاردة عندي توريزم توريزم السياحة توريزم توريزم هي السياحة البيئية التي تعتني بالبيئة ايكو توريزم سائح صديق للبيئة ايكو توريست دولا بكلهم سلوكيات خاصة اي نعم بالمور ايكو بس بيحافظه على البيئة مرشد سياحي culture the picture culture to you are eacher culture esthacoffer monuments al-athar monuments monuments historical places amakin tarikhia historical historical places historical places while the life al-hayah-e-r-e wild life wild life tourism tourism إكوتورism إكوتورism إكوتورist إكوتورist Guide Guide Culture Culture Monuments Monitor Historical Places Historical Places Wild Life Wild Life هنكمل ايكولاج ايكولاج اللي هو النزل نزل صغير كده يعني عامل زي البيت بيدخلوا فيه السياح يباتوا فيه لانهم مش بيحبوا يباتوا في الاماكن ايه الفنادق العالمية لأ هما بيدوروا على الحاجات الصغيرة اللي زي كده ايكولاج ايكولاج هوتيل الفندق هوتيل يونسكو ايكوفالج كرية اليونسكو الصديقة للبيئة طبعا كلمة يونسكو اصلا يعني كل حرف منها بيدل على كلمة لان ده رمز عبارة عن اختصارات لكلمة طويلة جدا يونسكو من نظامة اليونسكو العالمية هي قرية اليونسكو الصديقة للبيئة سيوة واحد سيوة سيوة ايكولاج ايكولاج هوتيل هوتيل يونسكو ايكوفالج يونسكو ايكوفالج سيوة اوهيس سيوة اوهيس في كلمات اضافية السكان المحليين اصحاب المكان البيئة الطبيعية اي حاجة طبيعية اي حاجة طبيعية اي حاجة Pros and cons المميزات والعيوب Pros and cons المميزات والعيوب Local people Natural environment Projects Plane journeys Pollution Pros and cons كمان مرة Local people Natural environment Projects Plane journeys Pollution Pros and cons تمام؟ بعد كده عندنا تصريفات الأفعال learn يتعلم stay يبقى يقيم يمكث help يساعد look after يعتني بي learn الماضي منها يا إما learned أو learned والتي ننصح travel يسافر أو ينتقل والماضي منها stay يفضل قاعد في المكان والماضي stay help يساعد والماضي help it look after الماضي looked after create بينتك حاجة تمام؟ يتسبب في إنتاج damage يتلف يضمر الحاجة دي dive يغوص يغطص like يحب cause يسبب create created damaged damaged dive dived like liked cause caused irregular verbs فعالي غير منتظمة give يعطي think يعتقد أو يفكر give الماضي منها gave think الماضي منها thought pay بيدفع يدفع فيروس pay والماضي paid دفع كم يأتي والماضي came بعدين جايب لك هنا ملحوظة بيقولك eco كلمة eco means relating to the environment كلمة eco يعنيها متعلق بالبيئة أي حاجة فيها كلمة eco يبقى لها علاقة بالبيئة بتحافظ على البيئة مثلا بعد كده جايب لك جزء pronunciation وهنا بيتكلم ان الحروف الساكنة لما بتيجي تلت حروف ساكنة في كلمة بيقولك احيانا بتكون صعبة شوية في النطر زي مثلا والس تي ار والس سي ار والتي اتش ار زي ايه الاس تي ار طلت اصواتهم زي السترابري السترابري الفراولة الخيط الشارع معناها قوي بعد كده الاس سي ار زي يغدش او الخادش نفسه مسمر عارف انت المصمر اللي احنا بنقول عليه مسمر الصليبة البورمة ده شاشة سكرين يصرخ بعدين عندنا التي اتش ار التي اتش الوحدها كانت نطق ثا وبعدين الار دولها الصوتين بس برغم انهما تلت حروف العرش كورس العرش بتاع الملك الحلقة او الحنجرة يرمي التانية بنفس النطق لكن مختلف ومعنى مختلف بمعنى خلال لما تقول مسلا ان الجمل بيمشي عبر الصحرات والثرو ديزر سترابري سترين ستريت سترون سكراتش سكرو سكرين سكرين ثرون ثروت ثرو ثرو نيجي الموضوعنا ايه هي السياحة البيئة تعال نشوف شريف اهلا شريف كويس ان تجي تتكلم معنا شكرا لي انا عملتها محادسة على صفحتي على الفيسبوك تمام باللغة الانجليزية كده وبشكل كرتوني جميل شريف ده مرشد سياحة في الغردة احكينا عنها يعني السياحة البيئية بليز من فضلك هي عبارة عن ايه شريف بيرود بيقول هالو داليا اهلا داليا دي مثيرة جدا وشيقة للغاية يعني هي عبارة عن سياحة ودي اهم جملة في الدرس ان السياحة البيئية هي السياحة التي تعتني بالبيئة وتساعد الناس المحليين ده تعريف السياحة جماعة البيئية شرح لنا يا عم ازاي بقى هي بتساعد البيئة وتساعد الناس ولا هوا كلامه خلاص يعني السياحة البيئيين ما بيحبوش يسافروا بالطيارة علشان التلوث الذي تسببه الطائرات يعني ايه؟ الطائرات دي بتعمل تلوث للبيئة عشان كده ما بيرضوش يركبوا فيها هما بيحبوا سافروا بالقطار لان انت عارف القطب ده معاً بيمشي بعصير القصب ما بيسببش تلوث ولا حاجة يا سلام او يجوا على رجلهم تغيط من رجلهم تتكسر او بالدرجات تسمع كده عن واحد عضيت يقولك ايه؟ جاي من اوروبا بالعجلة وعشان ياخد الترند والكلام ده يقولك ده بيعمل سياحة باين؟ لازم تروح تزور الدكتور مش تروح تبص عليه يعني لأ تزور يعني تكشف يعني يبقى سي لها اكتر من معنى مش بس معناها يا رب هما بيقعدوا فين بقى الجماعة للمجانين دولا؟ ما بيحبوش الفنادق الكبيرة يا اما بيأجروا لهم شقة مفروشة كده عند حد زي في الغرداء مثلا كده شقة كتير هناك للإيجار لما كان السياحة كلها فيها الحاجات دي تمام؟ او يشوفو لهم فندق صغير محل كده من بتاع الناس مش بتاع مش الانترناشنال اللي انت بتسمع عليه سم رميس انتركنتنينتل والكلام ده لأ فندق صغانطوطة كده دي الحاجات اللي بيحبوا ايه يباتوا فيها خلاص؟ سألت سؤال قالت بيعملوا ايه لما يسافروا؟ بيحبوا يتعلموا عن الحياة البرية مش الحياة البرية مش مشاريع الحياة البرية وكمان يتعرفوا على الثقافة الناس المحليين خلاص اي مشروع للحياة البرية آآ بيحافظ على البيئة وكده يحبوا يعني ياخدوا فكرة عنه وكمان بيقربوا من الناس المحلين ويتعرفوا على ثقافتهم بيلبسوا ايه ياكلوا ايه عادتهم ايه في الاحتفالات عادتهم متقاليدهم ايه الكلام ده هو ده الاسم اللوكا كالتشر يعني ادينا مثال يا عم الحج فبيرد بيقول بالطبع عندنا مشاريع من النوعية دي جميلة جدا وكتيرة على البحر الاحمر الحفاظ على الشعاب المرجانية وكمان الحيوانات البحرية ده مشروع من ضمن المشروعات على البحر الاحمر السياح بيقول البحر الاحمر والمرشدين يقول لهم الاماكن المخصصة للغطس يعني ما ترشي تتنطط على الشعاب المرجانية تكسرهنة وتروح بلدك لا تقعد كده تحترب نفسك وليك حدود تمشي فيها عشان احنا بنحافظ على الحاجات بتاعتهم فهمنا? تمام المرشدين بقى يقول لهم يمشوا فين ويغطصوا فين في الحتة دي خلاص وازاي يكونوا مع الحيوانات عشان ايه ما ياخدوش رافصة ولا حاجة من الحيوان يروح تعبان يعني يفضحنا وجراصنا هناك طبعا انت عارف لو احد من السياح روح بلد طبعا وقال لهم دي الحيوانات اللي في مصر يرفصونه طبعا طبعا مشكلة خلاص يبقى بيعلمهم ازاي يكونوا مع الحيوانات وتصرفوا ازاي? ده يبدو جيدا جدا شكرا على وقتك يا شريف وشكرا على وقتكم وانتو كمان وتحياتي ليك ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تساكر منهج وتدرس كل صوت وتحل تدريبات وتعرف نتيجتك فورا من غلال تطبيق مستر ياسر الكلاني للمرحلة الابتدائية والاعدادية منهج كنكروك كنكت بلاس ونيو هلو حمل التطبيق دلوقتي من جوجل بلاي واعلى بمستويك